طيب ماذا يعني تحرك بوارج أمريكية باتجاه شواطئ لبنان الآن سيادة العميد قبل أن أعود إلى السيدة راغدة طبعا الوضع في لبنان متفجر حتى قد يكون تحرك البوارج هو للضغط على نتنياهو لعدم الزهاب بعيدا والضغط من الجانب الآخر على إيران وعلى حزب الله بعدم الزهاب بعيدا أي أن تبقى القصة محمولة ومعقولة ويمكن الحل أو احتواء هذا الحدث بأقل أضرار ممكنة من الآن ومصاعدا هذا للاحتواء وليس للتصدي لأي عمل عسكري لأن لا أحد يريد اليوم الحرب الشاملة لا تلائم إسرائيل في هذه الفترة ولا تلائم حزب الله الذي يفضل عن حروب الاستنزاف نظرا لطبيعته الميليشيوية لذلك هو لا يريد الحرب الشاملة مع جيش قوي مثل الجيش الإسرائيلي الحرب الاستنزافية التي تلائم هكذا المنظمات خارجة عن الشرعية وخارجة عن القانون وخارجة عن دستور لذلك أنا أعتقد التحرك الأميركي هو للإحتواء وللضغط لعدم تصعيد من كلا الجانبين ترجمة نانسي قنقر